تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اعتمدت اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة وذلك ضمن جهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية للقطاع المائي والمرافق الاستراتيجية على مستوى الدولة وترسيخ مسهدفات استراتيجية الامن المائي لدولة الامارات 2036 من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية